موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام عزيزان المشاهدين محبين برنامج سائد النجوم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سائد النجوم سائد النجوم زي ما فيه بالضبط ناس كتير جدا بتشجع الكرة الفريق الأول والمتخبات ونادي أهلي وزمالك والدوري وفريق الدوري الممتاز لقينا ان نسبة المشاهدة كمان على البراع المناشئين فقط الحدود لان هي بس مش الكبار بس اللي بشجعوا الدوري الممتاز لأ ده كمان عندنا في البراع المناشئين جزبت الأنظار والقضايا اللي احنا بنفتحها ونتكلم فيها لفتت الانتباه جدا بشدة في الأيام الأخيرة لما أثرنا قضايا كبيرة جدا وتكلمنا فيها على الملأ قدام الناس كلهم بدأ الكل يتكلم وبدأت بعض القنوات والالحمد لله أنا مبسوط الحمد لله أنا في قنوات كبيرة جدا خدت مننا بعض الحاجات وعرضتها عندها وتكلمت فيها كان الأسبوع اللي فات واتكلموا فيها دي حاجة أنا مزدعلان منها بعكس أنا مبسوط جدا الحمد لله إن أنا لسه بداية مشوري وبعلق على حاجات معينة وبتكلم فيها وأثرت حاجات كديرة جدا في رأي العام أولاية الأمور واللي هم بيهمهم الشق الأول في البراعم والناشئين واللي هم اللي يعتبر الواجيعة بيها بتبقى قربة جداً لهم يعني مشاكل الولاد والمصاريف والقيد والكلام ده كله النهاردة قلنا علشان نتكلم بصراحة ووضوح حبينا نعلق على نوات مهمة جداً الأسبوع اللي فاتك ونا بنتكلم فيها اللي هي الاسمار الرياضي اللي شاخل كل الرأي العام واللي كل يتكلم فيه احنا نحن نحن يتكلم عن اسمار الرياضي بنتكلم فيه في حاجة معينة ايه هي؟ ازاي تدير المنظومة هاتدير المنظومة وانت راجل كوفق ليها توكل على الله واندق واشتغل واحنا وراك وهندعمك لكن لو هاتدرها غلط صدقني مشانا بس انها فقدامك أولياء الأمور وكل المسئولين هيقفوا قدامك طالما انت بتدير المنظومة غلط فاحنا لما نسلط الدوء على حاجة معينة احنا عايزينها تكبر مش عايزينها تقل لأ عايزين يزود دور الإعلامي إن هو يزود ويلاقي السلبيات ويقدر إن هو يعالجها ولو في إيجابيات يقولها ويظهرها النهاردة علشان تبقى الحلقة مكتملة وإن إحنا يبقى برضو عندنا السك في كل حاجة في كل الأخبار جئنا النهاردة معنا ضيوف تقال جدا تقال جدا دم معنى الكلمة مش إن إحنا بس بنضخم من الحدث بتاعنا لا تقال جدا معنا الخبير الدولي ومعنا مدرب عالي جدا ومعنا اتنين براعة مناشئين عشان البرنامج بتاعنا خاص ببراعة مناشئين فلازم نجيبي المنظومة كاملة ووراها بجدا هجيب أولياء الأمور برضو هنا يتكلموا قدامكم على الهواء عشان تبقى المنظومة كاملة بكل المقلس النهاردة معنا في الفقرة الأولى معنا دفين الدفين دولت اتكلم عليهم جدا جدا أندية كتير خلان الفترة اللي فاتت وصدقوني والله العظيمة كلام أنا بطلع بقولي الكلام وأنا عارف أنا بقول إيه النهاردة معنا الفقرة الأولى هنبدأ بأتنين نجوم براعة مناشئين بدأ نفسهم بنفسهم من خلال أكاديميات محترمة تمام ومدربين محترمين قدروا أنهم يوصلهم لمكانة كويسة تمام الفقرة الثانية معنا كابتن سعيد المصري كابتن سعيد المصري ده أنا مش أقدر أتكلم عليه ولا أقول نادي ولعب فين وفين لأن أنا مش أقدر عايزين حلقات وعايزين حلقات كتير كده نتكلم عليها كابتن سعيد المصري تاريخ مش حاتم عسكر بس اللي هيكلم عليه لا ده ناس كتير أقدم مني وأكبر مني هيكلمه عن كابتن سعيد المصري اللي مشرفنا النهاردة وهيفاجئ برنامج سائد النجوم إنه هو اختصنا عشان يبقى موجود معنا شرف كبير لأي حد هو شرف كبير لأي حد كابتن برضو معنا كابتن شريف جيرجاوي مدرب حراس المرمى اللي كان فترة كبيرة جدا في أم إصلاق القطري ومدرب نادي كريسانة موجود برضو معنا النهاردة هنرحب ضفيني اللي موجود معنا النهاردة النجوم غزل السويس صنعوا في الأكاديميات وبقوا في الأندية ودلوقتي في غزل السويس ومشتركين في الدولة ومكسرين للدنيا معنا النجم محمد سعد نجم 2005 نادي غزل السويس بررحب بيك نجم 2003 محمد 2003 بررحب بيك نجم واليرد علي أنا برحب بيك عامل ايه؟ لا أعلي صوتك ومعنا النجم الثاني سعد كابتن سيد سعد ده الحريف ده بقى لبابسكوتش نجم النجوم كابتن سيد سعد من رحب بيك الحمد لله يا كابتن مبروك غزل السويس الله يباري فيك أبن عامل ايه؟ الحمد لله طيب هنبدأ معك الكلام على ما أخوك يبدأ ياخد على الجو كده ويبدأ يلقوت منك والدنيا تمشي نعم تمام؟ قول لي يا سيد انت دوعا بديت فترة كبيرة في الأكاديميات صحي كده؟ أعدت أدي فترة كبيرة في الأكاديميات وأول أكاديميات روحت فيها ومن اللي اكتشفك؟ ومن اللي صنعك؟ أنا أول أكاديميات بدأت فيها كان أكاديميات كابتن أيوق ما بقيتش فيها كتير بعد كده أكاديميات كابتن ايميل ربنا يخليه يعني كابتن ايميل بقى إلي معاه خمس سنين أو سنين هو ده اللي علمني كورو والحد دلوقتي بأتدرب معاه وبعد كأ رحت مدرسة كنت مدرس الكرة ترسنة وبرضو ما كنتش سعى كابتن ايميل كابتن ايميل هو وصلنا لغازل السويس وان شاء الله الحاجات تانية احسن يعني كابتن ايميل كنت معايا ما بعرفش استلم ولا علمني كرة كويس يعني انت الكابتن استلمك كنت انت لسه عندك خلفية كراوية لسه مشتغلتش عندك ايه او يعني انت عندك المهول بس لسه في حاجات كتيرة عايز حد يكتشفها تم اكتشافها من خلال الاكاديمية يعني كل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى الاول وبعد كده بفضل بابا ومامتي جيري ورايا كتير كنش حرميني من حاجة يعني مامتي كانتش عارفة عن الكرة عشان انا عرفت كل حاجة اه عشان انا واخويا عرفت كل حاجة عندنا عشان الكرة عشان رحيزان انا نبقي حاجة وبابا كان بيسيف شغله في اي اوقات وييجي معانا يعني حتى السفر بيسافر معانا يعني يعني كان انت عايز تقول ان والدتك ربنا يا كرام اوديها الصحة بنا كرام ان هي مكانش عندها خلفية اي قروية او رياضية بس مجرد من انت كان في موهبة عندك وتم اكتشافها اهتمت بالموضوع اهتمت وربنا يخليها ليا ربنا يخليها لك حبيبي وربنا يكرمك والكابتن ايميل يعني بياخدني يعني لما بيلاقي حاجة بيسألني بقول لي ايه اللي نقصك وكان بيشوفني في التمرين بيشوف ايه اللي نقصني ومسلا ياخدني تمرين برايفيد لواحدي انا واخويا في الملعب ويفضل بيه مررنا بالساعات يشوف بقى ايه اللي نقصني وعلمني كل حاجة ربنا يخليها طيب حبيب طيب اه اه نجم النجوم محمد اه انت برضو كان نفس القصة كنت برضو بديت مع اخوك في نفس الاكاديمية والا انت كنت في مكان تاني و Pues بديت ان انت التعلم فيه لا انا حكايتي نفس ا حكايته بالضبط اول ماales قد ذهنا معاكبتن في اكاديمية اسمها اكاديمية كأبدين ايوب اه معاكبتن ده مكملناش ماiri نعم ماكملناش يعني بتاع شهر بعدها انتقلنا وحنا راحنا اكاديمية كابتن ايميل و نفس الحكاية بالضبط تتعلمني عنه أكبر كناش فهمينا ايه حاجه عنه كرة بس حبناها وبدأنا نتعلم عنده ومن واحدة الواحدة الواحدة بقينا نتعلم الحمد لله وصلنا اللي احنا فيه وده كله برضو بفضل بابا ومامتي ويفوا جنبينا ودعمونا وكابتن اي كابتن لي بفضل علي من اللي دربوني يعني هو ده اللي بيقول يا جماعة ان بس الاكاديمية دورها مش ان هي كلام شعرات احنا بنسوأ وانحنا هنعمل وتعالى وحتى مش مش تاني حتى ان الولد يكون عنده مهيبة علشان هو يزودها له لا ده هو بيقول ان انا مكانش خلفية عند الكرة خلفية قليلة جدا يعني كانت خلفية قليلة بدأ ان انا ايه مدرب شافها اطور لي وبدأ ان هو يشتغل علي وبدأ ان هو يطلع مني نجمي طيب محمد انت بعد كده اما روحت غزل السويس روحت ازاي غزل السويس يعني في حد مسلا شافك الكويس ولا انت رحت كان فيه اختبارات ولا اعملت ايه لا هو فيه كذا واحد اكلمه بابايا قالولي قالوله ان انت عندك اولادك بسم الله ان شاء الله عليهم موهبة حلوة وهتم بهم وديهم نادي وهم صغيرين عشان ياخدوا موهبة اكتر لما يكبروا فاحنا رحنا غزل السويس بس مقولة على الفيس غرقناها في تسويقات اللعبة معانا اتصال يا جماعة الاستاذ رضا السيد سماعيك سلام مرحبا Wie ester كيف ينستقام الله ي并 Hang يا سيد ردس السيد آآ 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 آآ�� سيد أهلا بى حضراتك يا قال أولا أنا الشرف طبعا الشرف ليه طبعا الشرف ليه جميل جدا إن حضرتك وكل المتابعين بيتابعوا البرنامج سائد النجوم والشرف ليه برضو إن حضرت دخلت مداخلة إنك وليه أمر حتى وداخل علشان حتة البراية مناشئين إن أنت بتضيف لها بمداخلتك وإن أنت بتهتم بحطة الكورة أو الرياضة وإن معانا النجوم دولت أكيد أنت طبعا أدرا وعارف ما هو بتاعتهم وكنت أدرا بيها وكنت أحد الدعمين إن هم ممكن يوصلوا لأي نادي يعني أكيد كابتن محمد عارف إن أنا برضو في مجال الرياضة وكابتن سايد دائما كنت بدعمهم ودائما كنت من صغرهم وهم بيحبوا حاجة مع الكورة يعني أوقات كانوا دائما بيتيبوا مثلا شغلهم أو برضاهم بيفع وراهم على إنهم بيحققوا حلمهم وهم عندهم حلم وبيسوا عليه وإحنا دائما بنحب لهم كأبهاتهم وكأعمامهم وإحنا دائما بالرعي الحصة دي فيهم كويس جدا التحفيز اللي حضرك بتحب تقوله دوت ده حاجة مطلوب كويسة جدا وفي نفس الوقت الإعلام نازم يبقى لي دور مش يبقى كله على الدور الممتاز وعلى الكبار برضو دول النجوم اللي هم بعد كده هيبقوا أساسنا وهم اللي إحنا بنعتمد عليهم فالضروري جدا إن إحنا لازم نكون في ظهر الولاد ونوصلهم لأماكن كويسة بإذن الله أكيد وحضرتك والله فعلا من الكبات الكبار اللي بيحترمها وبالرعي فيها وبالرعي دائما إن حضرتك بجرعي دائما الناشئين والشباب الصغراء اللي عندهم أحلام عندهم طموح ونفسهم يوصلوا لها في الظل العطر اللي احنا عيشين فيه إن مفيش حد بيسعى أو حتى يعني اللي بيسعوا ورادي مفيش أي حد بيمثلهم بيد العاون من حد يوصلهم للهدف بتاعهم أو لحلمهم أو إن هم يوصلوا لحاجة من اللي نفسهم يوصلوا لها إن شاء الله وبإذن الله فالبرنامج حضرتك ده برنامج محترم جدا حضرتك معد وإعلامي كريل جدا وكثير جدا ونشكرك دائما على إن أنت بتدعم الشباب دي وإن أنت واقف وراء أهديان صغيرة قبل نجال كبيرة وإن هم يبقوا يعني نجون صبار وحلمهم يبقى فيهم قبل ما يعني قبل ما يوصلوا لحلم اللي يوصلوا لها دوس أنا بشكرك يعني نشكر حضرتك على إن أنت أتكبر فيهم حلمهم وإن توصلهم لأول درجات النجاح أنا بشكرك جدا أستاذ ردة السيد على المداخل وعلى الكلام المحترم دورنا أجماعة هو دور الإعلام إن هو بي مش بس حتى يعني حتى مش ممكن يكون المهيبة اللي جاية عندي دي مهيبة هكسر الدنيا لا ده هي معنويا معنويا ظهورها ده بيشجعها إن هي للقدم تبقى أفضل للأحسن فهو دورنا كده إن إحنا لازم نشوف كل المواهف وكل مكان ونجيبها نظهرها للناس كابتن سيد أما جيب بقى روحت الغزل السويس جيب بديت الغزل السويس المدربين اللي انت شفتهم هناك واللي قدروا يمشوا معك ويساعدوك كمين اللي قبلك هناك ويشتغل معك أول واحد اكتشفني هناك ويعتبر هو اللي صياتني يعني كان كابتن اسمي كابتن محمود كابتن محمود حسنين كابتن ده كنت الأول 2005 اللي هو مواريدي كانوا بتمرنوا معاه فتمرنا وشافت إذا أنا حلو وبعد كده بقى كلما كان كابتن يجي استلمنا كان بيقولوا علي حسنين لا كابتنlaughs ودلوقتي مفيش كابتن في غزل السويس مه يعرف نيش الحمد الله يعني دلوقتي كونه في غزل السويس الدنيا شايفات كويس والدنيا شايفات كويس كله هناك بعض بيدعمني طيب لعبت يا سيد انت لعبت في الدوري ولا داس لا لعبت في الدورية جيبت؟ انا جاي باربعة جامعة هداف الدوري هداف الدوري معانا هداف البطولة بتعجز السويس هيا الجنبينة انا بعد ما اخلص الحلقة هناخد معاه سيلفي بقى ومتصور بقى طيب محمد انت فيه حاجة حابب تقولها مثلا يعني قبل ما نختمعك اللقاء عشان يطلع للازم فيه حابب تقول حاجة حابب اقول ان الحمد لله على المدربين اللي صاعدوني في النادي بتاع غاز السويس كابتن علي محمد حاول ان هو يهتم بي وكل ما اجي انزل يعملي تقسيم يعملي تمرين يقولي شي ادي حيلك وبيعلمني لما بتنسني حاجة بيجي يقول بيحفزني كويس وكابتن رمضان وكابتن احمد علي طيب انتو انتو في غازل السويس سؤال لي كنتو اللي اتنين انتو في غازل السويس حاسين ان انتو جوا في نادي وتدريبات والدنيا كويسة ولا في حد مأصدر معاكم يا كابتن حاد وصراحة فهو كابتن نادي غازل السويس وش بأصر معرف اي حاجة كويس وهي بضاية حلوة لان احنا لسه اول مرة نلعب في نادي كويس داية حلوة لان احنا بنشارك في دوري وحاجة كبيرة وتنحطنا بإذن الله اكبر من كده نلعب في دوري ممتاز انت مين انت عايز تطلع زي مينا سايد في اللعب انا اللعزين يعني في مركزي اهف شمال او صنع العاب اه اهف شمال عبدالله السعيد اه اخاف شمال زي رمضان رمضان انت عارف انا انا متأكد انا متأكد ان انت همليك مستقبل جامد لا ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله وفيه كرة دواتي كنت قمت خربت الدنيا طب انا هسألك برضو سؤال انتو الاتنين مش مش هقول لحد فيك هسؤال انتو الاتنين بصراحة دور باباكو معاكو ايه دورو معاكو ايه بيتعب كتير قوي علشانه وزي ما اخويا برضو قال ان هو بيسيب شغله علشانه وتعب وصرف مصارف كتير بسعب صفر نروح هنا ونجي من هنا وهو يعتبر هو نص الحملة عليه ويمكن اكدر طب انتو برضو نفس الكلامك كتبت ايه كلمة اخوش دورو احنا بابا وانا معانا لو كنا بابا مش معايا ما كناش ولا حاجة كانش زماني وسلت هنا ولا لعبت في نادي كنت مقضي اكاديميات ووريتها كانت حصلت اكاديميات قصي يا ربنا يخلينا طيب يا سيد انا عارف ان انتو في اندية بتتكلم عليكو دلوقتي بس طب احنا مش قدرنا نتكلم عليها احتراما لنادي غزل السويس واحتراما للراعي الموجود بكابتر رشاد محمد رشاد ماشي من الناس بني انا ذكرنا اسم الكابتر رشاد محمد الكابتر رشاد محمد معاكو وضع ايه دروا ايه معاكو وضع زميل لنا زميل يعني مش راجل بقى راعي زميل قريب منكو زميل اللاعبة بينزل يبقى ماشي كده في التمرين يوزل مع اللاعبة وهو رعي يعني كويس من احسن رعي نوادي في مصر ام وزميل اللاعبة بينزل بعادي احنا بناخد شهادة بنلعيب صغير جدا كل انه يقول كابتر رشاد محمد من احسن رعا في مصر ده كلام والله العظيم ورحيات كتاب الله ان احنا بنطلع بنتكلم مفيش ورق قدامنا ونبص فيه كده ونروح ايليه لا مفيش الكلام ده الورق اللي معايا ده من اول الحلقة من اول ما اجد بدأت تبرمه هو موجود ولا بنحط ورق ولا بنقول ولا بنقول يقولوا ايه ولا يعملوا ايه ده هو عاجة لقائي هو بيقول على اللي هو شكراه بعيني طبعا يا سيد انت طموحاتك بعدنا دي غزل السويس طموحاتك ايه انا طموحاتي يعني العب في دوري ممتاز بإذن الله وانا اهلاوي ونفس العب في الاهل وان شاء الله اوصل الاهل حاطت هدفك قدامك انك هتوصل الاهل يعني انا حاطت هدف اللي انا دلوقتي هروح لدي احسن من غزل السويس يعني عايز اروح لدي احسن من غزل السويس العب فيه اي درجة بقى اعلى وبعد كده بإذن الله دوري ممتاز واروح العب في الاهل بقى طيب انتو لو ما بتوع تلعبوا الدوري بتاعكم في مشاكل بتقابلكو بتشوفوا مثلا اجسام كبيرة اجسام صغيرة انت بتلعب في بيكلية صراحة دي حاجة كنت عايز تير اوه بتحسر كبت بتعايز اقولها لان فيه تبقى بنلعب ناس بنلعب ناس بنلعب ناس مدافعين حراس اجسامهم كبيرة بيقولك دول 2005 اجسامهم كده هو المفروض بص اللي عضلة العضلة مش 2005 تمام ادي 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 المواهب الصغيرة اللي تتكلم على الموضوع الشكل ياريت المسؤولين الكبار الازال وهنستقبل معانا ضيفنا الكبار خليكم معانا يا جماعة عشان فيه قضايا مهمة جدا جدا هنقولها فاصل ونعود اعزائنا المشاهدين اللي جعنا لحضراتكم تاني فقرة تانية من رمجنا معانا أساطيق كرة القدم براعم والنشئين في مصر نجوم أول مرة يجوا حلقتنا ولكن هم موجودين في الإعلام في الميديا في الملاعب في كل مكان عشان يدعموا أولادنا عشان يحفظوا أولادنا عشان يوصلوا أولادنا للطريق الصح ناس بتشتغل علمي وبتشتغل عملي مهتمة بحاجتين العلمي والعملي معانا نموذج كبير جدا 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 في الرياضة المصرية كابتن سعيد المصري كابتن سعيد المصري مدرد بندي الصد القطري اللي اشتغل مع أعظم مدربين العالم وفترة ببيرة جدا في الاحتراف برة الراجل عمل نمازج كبيرة جدا وجاي هنا مصر ما بيسكوتش ربنا يديره الصحة كل شهر أو شهرين في ورشة عمل في مكان معين مع شغله التدريبي بجانب شغله التدريبي بنرحب بين المصري المحترم كابتن سعيد المصري أهلا بحادتك يا فانديم أهلا بيه كابتن حاتم عسكر وأهلا بحادت مصري البلد وفي عمل المحترم الله يخليك يا فانديم شرفتنا ونورتنا بجانب مرضا معانا كابتن شريف الجرجاوي نادي أم صلال القطري مدرب حراس المرمى تاريخ كبير جدا في تاريخ حراس المرمى وجاي لسه طازة من ورشة من دورة عاملها كابتن فكري صالح صانع نجوم ومدرب حراس المرمى على تاريخ مصر عصام الحضري ومقدراك مع عصام الحضري وكل نجوم حراس المرمى بنرحب معانا بالكابتن شريف الجرجاوي أهلا وسلام حضريك يا فانديم أهلا بحايتك كابتن حاتم وسعيد أن أنا متواجد مع حضرتك في منظومة محترمة في دولتنا المحترمة جمهورية مصر العربية كإحنا صفر خارج البلد بند دعم كبير للبلد الحمد لله وسعيد جدا متواجد مع حضرتك منظومة القناة المحترمة إحنا الأسعد يا فانديم والدعم اللي حضرتك بتديه البلد هو من أكبر الدعم اللي ممكن تتخيله لأنك بتحط جوا النبتة الصغيرة اللي إحنا موجودين فيها هنخش على طول على الكلام الجامد عشان كل الناس وكل قاعد مستني يشوفوا النمازج اللي هي بتسافر برا وبتشتغل في مصر بتعمل إيه كابتن سعيد المصري هبدأ مع حضرتك تصنيف البراعم بالنسبة لتصنيف البراعم لازم كل مدرب ولازم كل رئيس قطاع أو مدير قطاع يعرف يعني إيه قطاع البراعم قطاع البراعم ده يعني قطاع البراعم أكتر من أربع خمس فرق متوضدين في القطاع نفسه فلازم إحنا كمدرب أنا كمدرب أو أنا رئيس قطاع لازم أحدد أو صنف لقطاع البراعم عندي أربع مراحل من قطاع البراعم عندي أول مرحلة التأسيس إحساس التأسيس تاني مرحلة تاني مرحلة اللي هي الإحساس يعود للمرحلة إحساس الاكتشاف تاني مرحلة التأسيس تاني مرحلة قبل التكوين الرابعة اللي هي إخل حال التكوين فلازم انا و انا شغال اعرف المرحلة دي كل مرحلة محتاجة ايه في قطاع البراحل عشان كده باقدر احط المحتوى اللي انا اشتغى عليه او احط اهدف عليه او احط البراحل التدريب عليه فلازم المدرج و لازم ينسي القطاع يعرف كل فئة دي محتاجة ايه فاحنا صنفناها اربع مراحل نقولها تاني ما اعرفش تاني احساس والتشاف التأسيس قبل التكوين التكوين مهم جدا ان اللي يبقى فاهم بيريح مهم جدا ان انت عدلت بقاعد بتستمع على فكرة الكلام ده بس مش للعبة ده ده للمدربين براع مناشئين عندنا امثال كبيرة جدا كابتن عطية السيد مش هادر اتكلم عنه راجل نموذج محترم جدا جدا وله قامة كبيرة جدا في قطاع براع مناشئين كابتن شريف طبعا حضرتك متخصص وراجل مدرب حراس مرمى اختيار حارس المرمى بيجي ازاي؟ احنا حياتك اختيار حارس المرمى اول حاجة الموهبة لازم ان يبقى عنده الموهبة في حراسة المرمى بيترتب عليها القوام القوام حارس المرمى المناسب بناءا عليه بشتغل معه بقام العاصر اليقاء البدنية في الجزء التعليمي للمهارة الوشقة والمرونة كوردينيشن النهاردة حارس المرمى بيتعلم شغل مختلف عن زمان النهاردة بقى فيه تطوير لحراسة المرمى بيه بس حراسة المرمى برضو كابتن ما اعتقدش يعني ان هي بتبقى موهبة زي اللي في الملعب اعتقد انها بقى صناعة اكبر منها بالعكس يا كابتن حارس المرمى موهوب بيريحك انت في الشغل كمدربين بيريح في الشغل لكن لما تصنع حارس المرمى الامكانية انك تصنع سهل جدا ان انت تصنع حارس المرمى كابتن وامثال كتيرة من حراس المرمى موجودين النهاردة طبعا فيه اكتشافات كتيرة واحنا كمدربين بنختار عنصر القوام بالنسبة للحارس ده شيء مهم جدا وعندنا عامل اساسي في بناء حارس المرمى عامل اساسي لحارس المرمى الجانب الزهنى الجانب الزهنى لحارس المرمى ده مهم جدا لان انا بتعامل معاه كشغل التوافق التوافق ده مهم جدا النهاردة حارس المرمى بيبني هجمة خط الظهر من ورا فبالتالي لازم ان انا اشتغل اطوى معاه شغل ملعب كانوا زي لعب الكور بيلعب ببجليه فسهل جدا مبقاش خلاص شوتنج عالجون الموضوع ده كان زمان بالوقتي فيه التطوير التطوير حارس المرمى زي ما قلت لحضرتك شغل بالقدم لعبة بالقدم زي زي لعب الكور طب كابتن سعيد هو اتكلم على جزء معين جدا اللعب المهوب اللعب المهوب من رأي حضرتك اللعب المهوب لازم نصنف اللعبة الأول تصنيف اللعبة تتم بثلاث مراحل حتى نشتغل في اقطاع البرعب ده لازم تشتغل كل حاجه بالظهر لازم تجيب اصلافين حتى نشتغل مع اللعب ده وعرفوا مهوب ازاي بصنفهم الأول طبعا بصنف اللعب اول مرحلة تصنيف اللعب تثلاث تتصنيفات اول صفة في اللعب اللعب اللي هو المصنوع ثاني حاجه اللعب التكتيكي التالت اللعب المهوب اللعب المهوب ده هو ربنا اختص بالموهوب ده كل مهنة ليها موهبين كل مهنة هي موهبين فاللعب موهوب على فكرة يبقى هو عنده من داخلك ايه يعني ايه يعني ايه يعني يدلع نفسه عاوز يمتع نفسه فاللعب موهوب كده هو ديب الفترة كيه هاللعبي موهوب ده اهنا منطورة زي ابو تريكا وزي ميسي وكريسيان ومحمد صلاح دي لعب موهوبين على فكرة كمان انت كانت في نقطة كويس اوي كل اخطوة ملعب ممكن يساعد المعاب موهوب فيها لعبين موهوبين طب ازاي؟ طب الانتين ارتكاز الانتين دو بندر دولت موهوبين هو موهوبين عنده مستخلاص الكورة عنده موهوبة طب الراس حربة عنده دربه الكورة بالرأس موهوبة استخلاص الكورة موهبة عند دفندر عنده مهارة المكتسبة هذا الموضوع كبير فكل يعب في الملكي مش مختصرة خالص على بوتريكا وعلى ميسي بس بالعكس خالص كل مركز في الملاكز الملعب فيه هنالك مواعبين Salz lifting and yes يتناسب لحرس المرمى البراعم غير النشئين غير الفعيل حراس مرمى البراعم النهاردة حضرتك تعليم تعليم بات المهارة الأساسية لحراس المرمى كرة المواجهة أول حاجة الاستلمات بالقدم ده شيء مهم جداً حياتك عارف الفترة الأخيرة حراس مرمى كتير بيخطأوا قوي باللعب بالقدمين بالزبط بالزبط فإحنا النهاردة بنشتغل أو تطور طبعاً كابتن فكر صالح ودي منظومة الحمد لله جيدة جداً حضرتك حضرتك دورة مع كابتن فكر صالح وفي دورة كمان شغالة اليومين دون؟ احنا هنحضر دورة مع كابتن فكر صالح يوم الأحد القادم إن شاء الله في برسعيد بتبدأ من يوم 28 و 29 و 30 دي طبعاً كابتن فكر صالح غاني عن التعريف طب مدربين حراس مرمى يا كابتن اللي حضرتك اللي قلت الشغل بالقدم هو شغل بالقدم دوت برضو تدريب لي الأخطاء منها بقى كتير جداً طبعاً يا كابتن ما وحنا علشان ده متعلمش من الصغر احنا بنيجي هنا بقى إيه في الجزء الرئيسي أو الأساس لازم أن الأساس من تحت كابتن حرس المرمى لازم أن يشتغل من تحت تعليم حراسة المرمى كابتن بالقدم من تحت من البراعب زيه زي لعيب الكورة النهاردة حرس المرمى مش تراي مش يطلع يمسك أوفر النهاردة حرس المرمى ومش يسمي بس برضو كابتن هو أنا هقول لحضرتك حيب احنا كمدربين حراس المرمى عامل القوام مهم وبرضو الحاجات اللي هي تقدر تشتغل معها كحرس المرمى ممكن يكون قصية كابتن حسين السيد كابتن مصطفى كمال حراس المرمى عظمار وليهم تبيخ وليهم باع كبير مش طوال زي كابتن أحمد شغير اه 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 مش الجسم لكن في مهارة فالنهاردة كابتن حتة اللعبة بالقدمين مهم جدا المهارات هي سعيد المهارات الأساسية الأساسية نعتمد عليها لبراع المناشين المهارات الأساسية نعرفينها كلنا عارفين المهارات سبع مهارات لكن فضل عند ربنا دخلنا مهارة التمنى وننش حد تخليف عليها المهارات سبع مهارات زي المكتوبين احنا الحمدلله دخلنا التمنى هنقول السبع الجاري بالكرة بالترتيب على فكرة ومشاهد مردو مع اللعيب برضو بالترتيب اول مهارة جاري بالكرة التمرير التصويب السيطرة درب الكرة بالرأس رامي التماس الملوغة دخلنا المهارة اللي هي التامنا والحمد لله فضو عن ربنا هي الامتصاص السيطرة محتاجة المتصاص الأول يعني اكتحال النهاردة اتعامل مع السيطرة بدون امتصاص فدخلنا النهاردة الامتصاص ودي مهارة مهمة أول ده 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 يا كماعة انا انا قدام مدرسة والله عزيما انا انا قدام مدرسة النماذج بتتحط قدامنا مش برضو مجرد نهو موهبة ممكن موهبة تتبع موهبة في الملعب بس مين اللي هيتطبع موهبة ويعلمها ألف به كورا يعني ايه كابتن شريف التدرب بقى في المهارات يعني ما اجي مثلا دلوقتي فيه مهارة معاناة انا بخش عليها بتدرج معها ازاي في المهارات على حسب الفئات العموية اللي انت بتشتغل عليها من السهل للصعب ده اهم حاجة يا كابتن يعني انا النهاردة حضرتك انا عندي حرس مرمى جاي جديد مش معقول هدخله مع حراس مرمى بقالهم فترة معايا متطورين لا انا بشتغل معامني السهل بالصعب بحيث ان انا اخلي حرس المرمى ده زي ما قلت حررتك الليعب بالقدم انا كمدرب حراس المرمى بشتغل على كوردينيشن كتير لحرس المرمى عندي تماركوز حرس المرمى مهم كوردينيشن ده كويس بالنسبة لحرس المرمى ناردة حضرتك حرس المرمى لازم اعب القدم زي وزي اللعيب زي ما قلت الحررتك أبل كده فلازم انا طوور على حسب الفئة العمري من السهل للصعب حاجة التانية حررتك عندنا المهارات الحركية المهارات الحركية والتوافق والتوازن ده مهم جدا لحرس المرمى هو ده يا كابتن اللي بيخال اللعب بيجرق اللعب انه ممكن يخش في اللعب ممكن يخش جوه الملعب ويروح ويوصل طبعا النهاردة حررتك بتشوف حراس مهم العالم بيلعبوا بالقدم النهاردة حررتك قلت لحضرتك حرس المرم مش لازم ان هو يطلع يمسك الوفر بقى هو لا نهاردة اللعبة بالقدمين ده مهم جدا وهو ده العامل اساس يا كابتن في الشغل كله انتو بتطور يا كابتن في الفجوز ايدي بزات؟ طبعا لازم انا نتطور في الفجوز ايدي بزات؟ طبعا هو ده اللي احنا بنشتغل عليه الفترة الجاية ان شاء الله اللي بناخد برضه من الكابتن شريف الكلمة اللي هو الاداء التكتيكي الحركي اهميته للبراعم هو الاداء التكنيكي الحركي اه تكنيكي اه اكيد هي مرحلة مهم اول قبل ااداء اي مهارة يعني النهاردة مثلا عندي مهارة التبرير هذه مهارة نفسها من المروغة والمهار المهارات الأساسية أما هذا اليوم لتكلم عن أداء التكنيك الحركي أداء التكنيك الحركي هي عملية تتم قبل تنفيذ أداء المهارة يعني هذا مثلا عندي التمرير قبل ممرر قبل ما نفذ الحركة نفسها هناك عملية تتم أداء التكنيك الحركي لو أداء التكنيك الحركي أنا أعمل التمرير والأداء غلط لو وضعه الصحيح الأداء التكنيكي حتى تشاهده عنده تحكم مستقرع على الكرة أو يمرر بضقة عالية ما أنا أريد ضقة عالية أنه عنده أداء حركة تكنيكي عالية فنجد أن نضبط الحركة هذا اليوم هو التوافق مثلا مثلا أهداف من التوافق التوافق على فكرة أن العنوان غير الهدف عنوانا كنت اليوم مثلا في خلالات البلد عنوانا كنا نواقص اليوم في برنامج سائد النجوم يبقى أن اليوم التوافق يجب أن أختص ما هو التوزن والتجاز عند التمرير عند التمرير وكما يتحدث عن التمرير فأنا لا أشتغل في التمرير القصير الطويل النصف عالي العالي كل ما يجب أن أحدده مثلا يديني مثلا برنامج فقالي أنه عندك العنوان الرئيسي عندك مثلا الجاري بالكورة أنا كابتن قريب الكورة وكتغلت ولكن ما تده يوجده قال لك النظر مراوغة عندنا 4 مهرات 4 مهرات من مراوغة 4 حركات من مراوغة وعندنا مثلا مثل سيزر مع أنه يقول لك مراوغة تعد من يوضع الهدف عشان تطور العيب فالإداء الاتف� supposedly عملية تتم قبل نفيذ الحركة والهدف نفسه او مرة نفسه احت bermin مش عايز الحوار يخلص. كابتن سعيد يتكلم كلام جامل. مش عايز الكلام يقوم بصوره قاعد. استمع. أنا فرحان بيه بصراحة. كابتن شريف. لما بيجي لعيب عندك حدث المرمى طبعا أخطأ الحراس كتيرة. لما بيخطأ عندك في البراعب مناشيين. حدث المرمى بيخطأ. تمام؟ انت بتعالجه ازاي؟ أصلا معالجة البراع مناشيين يجري اللعيب الكبير. مخش فيه في العام النفسي. ده أهم شيء اللي عامل نفسك كانت كمدرب حراس ناحية تشجيعية. لازم أن يبقى عنده ثقة في النفس. ده مهم جدا لحرس المرمى. مش معقولة حرس المرمى أخطأ. هقول له أنت أخطأت. لا بالعكس. تمام. أنا عايزك تبقى أفضل. النهاردة وسائل الحديثة بالنسبة لحراس المرمى بقت كتيرة وقت نحاتم. تمام. إحنا النهاردة بنجي فيديوهات لحراس المرمى. ديهم مدارس طبعا. وبنفرج حرس المرمى على فيديوهات. يعني أنا سيء ما يكون عندي مباراة. لازم أن أطلع الأخطاء. بس عندنا مشكلة في مصر يا كابتن إن لم يوجد مدارس لحراس المرمى. لا بس إن شاء الله الفترة القادمة مع الكابتن فكري الصالح حيبقى فيه منظومة تانية متقاليفة. هو ديهم يتكلم فيه. لا لا كابتن فكري الصالح بصراحة الجنرال بتاعنا. طبع 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 طبع. فهو كابتن فكري خلاص يعني الفترة القادمة. اختص أنا جاي على فكرة برضك. نازل مخصوص إن أنا أخش مع الكابتن فكري في الشغل إن أنا عايز أتطلع بالنسبة لي أشوفه هو فكره المتطور اللي اشتغل عليه مكابتن محمود الجهر من زمان. ففترة التطور. ففترة التطور. ففترة التطور. ففترة التطور. ففترة التطور. نحن معك. نظر ده كله. نظر ده كله. لا ليه التكتيكي لحراس المرمى يا كابتن؟ الشغل التكتيكي لحرس المرمى التمركز بأكد في الحاجة. هنا تمركز حرس المرمى على نفس مسار الكرة. ده شغل كويس جدا. النهاردة أنا حرس المرمى لازما أتعامل مع الكرة في التمركز. يعني أنا الكرة في الجانب اليمي. حرس المرمى لازما يتمركز مع الكرة. وفيه حاجة كويس أول. إغلاق الزواج. تطبيق إغلاق الزواج. ده مهم جدا لحرس المرمى أن أنت بتلاحظ أخطاء كتيرة من حراس المرمى. كتيرة طبعا طبعا. متوقف خطأ جدا تحت الثلاث خشبات. مستغرب يزداد حسن. بالضبط. هو هنا بوده كابتن بنرجع ونقول إيه تعليم حرس المرمى من الصغر. هنا احنا معلمناش حرس المرمى الشغل التكتيكي اللي بيشتغل عليه. لازما يشتغل حرس المرمى شغل التكتيكي من البراعي من تحت. النهاردة يا كابتن العامل النفسي مهم. الاندماج مع المجموعة مهم. احترام الغير مهم. حب التعلم. حابس المرمى لازم أن يكون عنده حب التعلم. طبعا الحاجات دي يا كابتن الحاجات دي اللي بتقولها دي. النمازج العلمية دي بتي تطبق في الملعب. يعني احنا اتكلمنا على اللعيبة. طبعا. تصنيف المدرب لللي حضرك بتقوله ده يوصل ده كله ازاي. تصنيف المدرب ازاي. مربع عليك. نحن دلات النهاردة كما انتفقنا برده وانا شغلك المدرب. الان الحمدلالله واحد من الناس قبل لين سعيد المصري. بحب اخش في كل حاجة. بحب اخش في كل تفاصيل. يعني النهاردة المدرب أنا عمتا أحب المدرب. بحب اعجي مع المدرب حتى الحسل ما نصب او حاجة او حسل ما بحب انا آسل المدرب. فننا لازم أصنف المدرب. النهاردة العودة قايمة من حاجاتنا. نعود اقايمة كابتن حاجات دي. لازم يصنفه الأول دربته عندي ايه؟ دربته عندي كهام فأنا من صف المدرب إلى ثلاث أصناف واحد أنه مبتدئ الطبيعة خالص أنا دخل اليوم في التدريب فأنا لازم أعدي عن مرحاق ولا أحد يكون مبتدئ المرحاق الثانية مدرب جيد سأحللها بتفاصيلها كلها المرحاق الأخيرة أنه هو المدرب المبدعة فأقول النهاردة المدرب مبتدئ اللي هو عاطول لسه في البداية خاص جيد أنه يأخذ الشغل بينك وضعه بصمة المدرب اللي هو المبدع اللي هو يعمل الشغل فلازم إحنا كمدربين نصنف كرئيس خطاع أو رجل مسؤول أو أنت كمدرب تعرف لقيمتك فيه مبتدئ أم جيد أم مدرب مبدع كابتن شريف أنت كمدرب عندما يأتي لك الولد هو متعلم في أكدامية أو في نادي أو كان يلعب في نادي وجايل لك حضرتك بتكمل شغلك معاه أو أنت بتقوله لا امسح الماضي وهيبدأ أم من جديد أو حضرتك بتجيبي الولادة زي والله إحنا لنا استراتيجية في الشغل كابتن حاتم إحنا عندنا أول حاجة استراتيجية طويلة المدى أو استراتيجية قصيرة المدى طبعا أنا بشتغل على استراتيجية طويلة المدى بالنسبة لحرس المرمى الاكتشاف لازم أشوف وهل حرس المرمى فعلا اتعلم أساسيات حرس المرمى ولا لا بناء عليه أنا بقدر أشتغل أنا بشوف في الاكتشاف من هنا انت بتقدر تشتغل مع حرس المرمى في لمت معين من حرس المرمى يسهله عليك الطريق الموهبة الموهبة لازم كلنا نتفق أن الموهبة دي عامل أساسي تصنيح حرس المرمى سهل جدا في المهارات الأساسية لحرس المرمى سهل جدا إنما شغل تكنيكي معها أو تكتيكي ده مهم جدا خلي بالك كابتن حتم العامل النفسي مهم جدا الشجاعة ده مهم بس لأكثر جهد مع الفريق النهاردة كابتن حتم تتكلم كمان عن شغل تكتيكي لازم يبقى مساند لخط الدفاع نص الفرقة ورا لعب بيلعب له الكوبة بيستلم لازم يوجه التلقاء لازم يكون متابع مع اللعيبة مايبقاش قاعد ساكت كابتن شريف عندك أكيد طبعا فيه وحدات التدريبية يعني إحنا ما نيجي أي نادي أو أي مسألة أكاديمية حتى ما بيجيش يشتغل في حاجة موسم معينة حطوا الكورة إماع يلا نشتغل أكيد فيه نظام من وحدات التدريبية كابتن الوحدة التدريبية بالنسبة للقطاع البراعن بتمر بمراحل فيه نعم من التطوير في الوحدة نفسها الوحدة دي عامة يعني حاجة الوحدة دي نتكلم عن الوحدة عامة بتطور بتاعها بتطور عندك في المساحة في الزمن في المهارة في التحرك الاربعة دولات لازم تشغل فيه بلازم تمر بيه الوحدة الدريبية عامة تمام أما هنيجي عن متهم في التبرين نفسه في هدفة نفسه بيمر أول حاجة بمراحل التعليم بتعلم في البداية تتعلم بعد كده أول حاجة بتمر بمراحل التعليم بعد كده التكرار بعد كده الالية بعد كده الاتقان توصل لسرعة في الأداء في أسناء المبرأة لازم تمر بمراحل التعليم التكرار الالية الاتقان بعد كده السرعة في الأداء أو السرعة في التنفيذ تتم في أسناء المبرأة فأنت لازم متشغال تعرف وحدة التدريبية تمر معك لازم تتطور في الوحدة عامة كلها عامة في الزمن في المساحة عندك تتطور في المهارة نفسها في هدفك الهدف انك عود الشعال فيه وتفصل بين تطوير الوحدة نفسها وتفصل بين تطوير الهدف نفسه طيب كابتن شريف الوحدات التدريبية الحراسة المرمى حضرتك بتحط نموزك معاين تشتغل عليه لغاية ما تحس ان الحادث كابتن انا عندي طبعا في فوق فردية بالنسبة للحراسة المرمى البراعب غير النشئين مثلا في البراعب انا مينفعش في الوحدة التدريبية ادي 3-4 مهارات لحرس المرمى بشي يبقى عنده سرعة استجابة انا عشان انا بخلي حرس المرمى عنده سرعة استجابة في تعليم المهارة على الاقل ادي له مهارتين مهارتين في الوحدة التدريبية عشان اقدر اعلمه الولد الصغير بيستوعب بسرعة وسهل جدا انه بس انا ما بقى حطش عليه تراقمات بالنسبة للعنصر تعليم المهارة اربع عناصر كثيرة على حرس المرمى هو الولد بقى مستعجل ما هو دي بقى المشكلة انا كمدرب دوري فين لازم نقتنع حرس المرمى بدوري كمدرب ان فيه مهارتين لازم ان يتعلمه انا ممكن ما اعرض مع حرس المرمى انه هو بيتعلم لسه اعرض معه شهر تعليم المهارة اساسيات حراسة المرمى مهمة يا كابتن حاتم لازم ان نشتغل عليها ما نشتغلش ان احنا يلا النهاردة خلصنا مهارة الاستلام يلا بكر نخلص مهارة الارتماء يلا بعضه الكرات الاعرضية يلا بعضه الارتماءات من النهاردة شغل اختلف تماما شغل مختلف استراتيجية استراتيجية مختلفة وضع اختلف كثير عن الاول طب كابتن سعيد لما بيجي احنا اكلمنا دلاتي في الوحيات التدريبية واتكلمنا في التطوير صح كده؟ طب لما ايجي حضرتك بقامة كبيرة موجودة في مكان وكابتن شريف موجود في نفس المكان فريق العمل اللي بيبقى موجود انت بتختار فريق العمل ده ازاي؟ او هو فريق العمل اللي المنظومة دي بيبقى حبار عن ايه؟ طبعا فريق العمل ده مرتبط يعني مرتبط بي قوي يعني بختار مثلا هو زين وحاضر معايا انه قريب مني فكره مدرستي انا قريب من مدرسته هو هو حابب وهو عنده حتة عاوز ينتج يعني فانا بختار الناس بنعلي القلب مثلا القلب ميت مثلا اللي عاوز يشتغل معاك بحب او الحاجة وعاوز يعمل حاجة انا متلا بشتغل بجي في العمل يعني ايه؟ بيبقى معايا في كل مكان زي كابتن محمد الشيخ طبعا معايا كابتن ميت توفيق كابتن ميت توفيق كابتن ميت شيكو كابتن شيف جاوه طبعا نضم يعني لسه جا طبعا من بره من قطر طبعا وضمته طبعا الفريق كابتن ميت لا شخصية محترم ما جدا بسرعة بس عندنا نكلم في نقطة مهمة اوي ان الربط نكلم في المهارة ما علينا نجع المهارة شوية يعاوزون نضبط المهارة والمهارة ازاي تضبط المهارة ما علينا نحضرها من بدري يعني هذا مثلا اسبوع الجاي الاسبوع الجاي عندي في المهارة عندي مثلا السيطرة فالنهار ده ما كنتش عندي اتقان بالجارب الكرة والتمرير والتصويت لازم عشان موري بالقاي اوصل للسيطرة لازم انا بقى عندي اتقان بالمهارة دي فش عاوز اربط مهارة بمهارة واشتغل خلاص فهي نقطة كوية يعني اما نظري سيئة قوي ان في بعض المدربين بيشتغل مع اولاد الزهارين نمازج ما ينفعش يعني ما ينفعش تتعومين معهم بالنسبة للتوافق والتي هي الإعماع وتحط الزجزية تفادي الحواجز دي تفادي الحواجز دي يعني من اصعب المهارات اللي حموط انشاء عايب على اللعب يعني خلي بلك كابتن حتم انا شفت المدرب من المدربين بيشتغل تفادي الحواجز بالكورة ومسحات زغالة خالص طب هو اللعب ده عنده اتقان بجارب الكورة عنده اتقان بتحكم السيطرة اتقان بتحكم السيطرة ومشرت نموذك بتاع المعبها كلها كل عب اشتغلوه غلط ازاي تفادي الحواجز ولو عنده سبع سنين تمنى سنين اتقان تشغل ازاي لدي محارة عالية اوى يعني دي محارة ممكن توصل لأي فيه اربعة يعملوها ما ينفعش النهاردة اشتغل اي حواجز اربع 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 عامات التعلمات اصف واحد كده ومشتغل تفادي الحواجز حقرش شريف معذا ما خدم الكلام من كابتن سعيد وبتكلم على اللعيب 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 في الملعب انت بقى بتقيم حارس المرمى فى المباراة ماش فى التدريب لأ فى المباراة نفسه التقييم بيجى ازاي وامتى حضرتك تقييم حارس المرمى بناء علي المدرب الشغل اللى اشتغلو مع الحارس فى التدريبات يعني النهاردة زى ما قلت لحضرتك فى حول الحلقة الكو دينيش وتقيم المرة هو كابتن شريف معليش كلمة كذلك هو حرس القرمة في الملعب ممكن تحصل حاجة معاه حاجة معاه مفاجأة ليك انت كشخصيا كان مدرب اتفاجئتي بيها ما تدربش عليها بتحصل ساحة كده بتحصل طب كويس الكرة العرضية بالبوكس تمام ممكن ولد يجيني يكون عندي مثلا حافس مرمى جاي جديد وعندي اتنين حراس مجوش فالحافس المرمى ده مضطر ان انت تلعبه اتفاجئ بكرة عرضية ما عايفش يضربها بالبوكس بالتالي انت لازم انت تبكز على النقطة دي مع حافس المرمى المفاجئات المفاجئات تمام العامل المفاجئ بالنسبة لحافس المرمى ده مهم نرجع لتقريبنا لحافس المرمى كابتن نحاتم احنا بنشوف استراتيجيتنا اللي احنا اشتغلنا عليها في مجال التدريب ماش هل فعلا حافس المرمى اشتغل مع المدرب صح واقف تمركز بتاعه وتحت الثلاث خشبات صح بيوجه صح بيلعب بالقدم بيقل الهجم صح للزميل كويس القاءه والنظر ده مهم جدا يا كابتن نحاتم تمام كل ده تقيمات لحافس المرمى كويس الارتماءات هل فعلا حافس المرمى بياخد خطوة بزاوية حدة عشان يعمل ارتماء عشان ياخد القوة صح هل تمركز حافس المرمى تحت الثلاث خشبات صح كل دي تقيمات لحافس المرمى تحت الثلاث خشبات يا كابتن نحاتم طب وجود المدرب مدرب حراس المرمى مع اللعب في المباراة حضره بيكون موجود في الملعب حضرك بيكون موجود برع الخط وجودك معاه إشارات ولا وجودك معاه تحفيز لي ولا وجودك معاه إيه أول حاجة وجودي معاك حابس المرمى تدي له ثقة أنه أنت ما تقلقش معاك كتش بتاعت برع حتى لو أخطقت أنا أشيلوك مدرب حراس المرمى بس أنا كنت عايزة أختم بالكلمة اللي قالها كابتن شريف كابتن سعيد الوقت اللي بتاعنا اتفضل طب تفضل سريعا بصل بلدنا دي هي دي بلدنا وهي قد الدنيا وتفضل قد الدنيا وتفضل أم الدنيا إحنا جينا إلى البلد دي علشان إحنا بينا ومن غيرنا هي قد الدنيا فإحنا لازم نحافظ على البلد دي ومبطل كلام كتير ونشتغل ونقف مع الناس في المسكة البلد لازم نمشي نزوء بها شوية نمشي معها شوية طبعا بشكر كابتن بادر رجب على فكرة كابتن بادر رجب من الناس أنا قريب منهم أوي كابتن شوعلة الدكتور الخبير المحترم أوي زكت إسمه طبعا في الأوي خالص دكتور عطية السيد لا دا حاجة محترمة جدا 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 وقيمة كبيرة هو والثالثة فيه نس كتير أوي كابتن جبال فاتح جمعة رمضان نس كتير أوي طبعا بشكر كابتن عطية السيد وهو أعطية السيد حاجة مشرفة أو حاجة محترمة قوي حبيبك يا كابتن سيد أنا باعك كابتن حاتم أبشكر كابتن سيد عادل لا شك أحد عظماء وتدريب حراث المرمو في نادي مرسلور وكابتن جمال ديسوي نادي مصر التأمين أسنده لها المهمة قبل ما سافر كطر في نادي مصر التأمين وكل الباع المتواجدين على المنظومة بتاعة نادي مصر التأمين وبشكرهم بشكر كابتن جمالد سوئي كابتن سعيد عادل بشكر حضرتك بشكر كابتن سعيد المصر اللي هو اللي خلاني أكون متواجد مع حضرتك وخلاني أكون متواجد في دولة قطر أول سنة ليا للصفر بسبب كابتن سعيد المصر أنا اللي بشكر سادة المشاهدين على الوقت اللي احنا اتكلمنا فيه وجبنا معانا نمازج كبيرة جدا جدا في عالم الرياضة اتكلمه النهاردة بتطبيق علمي وعملي في الملعب هو ده اللي كنت بتكلمه عشان ما كنت بتكلم في الاستثمار الرياضي كان يهميني جدا أن أي مستثمر يبقى عنده فكر حتى لو المستثمر ما عندوش فكر يجيب النمازج اللي هي بتشتغل والنمازج اللي هي هترفعه مش هتوقعه حتى لو النمازج دي بتاخد مرتبات إيه هو ده اللي بتكلم فيها جماعة البرائة المناشئين مسئولية هي مسئولية المدرب اللي بيبقى ولية أمر ومدرب وفي نفس الوقت مسئول هي فريق عمل فريق عمل اللي تكلم عليه كابتن سعيد والكابتن شريف أنا بشكر جدا جدا الضيوف اللي حضرت النهاردة البراعم الصغيرة والنمازج الكبيرة اللي شرفتنا برا وشرفه مصري هنا وبتشتغل بقلب زي ما كابتن سعيد المصري قال قلب ميت بشكركم أعزائي المشاهدين وإن شاء الله معدنا الأسبوع الجاي مع فقرة جديدة وحلقة جديدة جدا استنونا كل خميس الساعة خمسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة